أستاذة شايماء تتفضل؟ أهلا سمع عليكم وعليكم السلام ونحط لأبركاته تفضل يا أستاذة شايماء الشيخ أنا كنت عايزة أتقال بس عن حاجة هو رزق العيال مشترك ما بين الزوج وما بين الزوجة يعني مثلا لو الزوجة بتصلي وتصوم وبتقرأ قرآن وبتحفظ قرآن والزوجة عكس كده تماما يعني ولا بيصوم رمضان ولا بيصلي وبينزل على جنابها يعني حاجات كثير وحشة يعني هو لو كده ممكن ربنا يمنع الخلفة بسبب كده يمنع ايه؟ الخلفة يعني أنا بقى لي سبع سنين متجوزة وانتو ما عندكمش أولاد خالص؟ لا ما عندناش ما هصالش أولادك طيب أنا أجاب حضرتك يا أستاذ الشايماء اللي حاصل ده اللي هو إن الإنسان يبقى عنده معصية ربنا ما يعقبش حد بزن بحد ولا تزر وزيرة وزيرة أخرى لكن هي المسألة كلها إن قد يكون نقرأ المسألة بشكل آخر إن ربنا سبحانه وتعالى بيديكم فرصة إن انتو تصلحوا العلاقة لإن هي المسألة كلها مش إن هو بس ما بيصلشوا ويصوم ودي حرام لاتنين لكن الأهم من كده كمان إن انتو عشان يقدر يصلي ويصوم ويكون مقبل على الله لازم هو من جوه يتغير لازم من جوه يتغير عشان يواظب ويقدر يصلي ويصوم أكيد في حاجة عنده محتاجة تتعالج ويتبص عليها وتتشاف عشان أنتو الاتنين تعيشوا في حياة سليمة وعشرة حسنة فأنا شايف إن لازم يحصل كلام طويل بينكم ومسألة الخلفة دي ده بيد الله سبحانه وتعالى إذا كنتوا الاتنين ما عندكمش مشكلة عضوية فالمسألة مسألة بيد الله سبحانه وتعالى بس خلينا أقول لكم إن الحالة النفسية وعدم الراحة النفسية وعدم السلام النفسي بيأثر بلا شك على مسألة الخلفة فأنا النصحتي إن انتو محتاجين ببساطة خالص إن انتو تكشفوا فإذا كشفتوا وما لقيتوش حاجة يبقى انتو الاتنين محتاجين إن انتو تروح لحد ينصحكم ويا سلام لو جتونا على مركز الرشاد الزواجي نتكلم مع بعض نشوف إيه الحكاية وإزاي انتو الاتنين يحصل توافق بينكم مع الاختلاف اللي واضح بينكم على مسائل التي تتعلق بمسائل القيم ومسائل الإقبال على الله